نظم التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ممثلا في جمعية رسالة للأعمال الخيرية فعلية توزيع واجبات سخنة على مائتي أسرة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمحافظة الإسماعيلية يتي ذلك تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح أسيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف وفقا لخطة الحماية الاجتماعية والتي تم وضعها لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية ما زلنا في تقديم وجبات الأطعام السخنة كل أسبوع بنقدم هذه الوجبات للأسر المحتاجة في محافظة الإسماعيلية بالتضامن مع كتف بكتف الجماعيات الأهلية ووزارة التضامن الاجتماعي نهاردة هنعمل وجبات وهنوزعها على الأسر في محافظة الإسماعيلية في منزلي أنا فخورة نهاردة أن أنا بشارك في عمل زي ده ونعمل وجبات جهزة وسخنة وبنقدمها لأهلين في بيوتهم أنا فخورة جدا أن أنا بشارك في عمل زي ده وبدعم شباب الإسماعيلية كلهم أنهم يشاركوا معنا في إعداد الإطعام اللي بننزل نوزعه على أهلين في بيوتهم في محافظة الإسماعيلية